اذا هذا الاسبوع مرت على مصر الذكرى المية و 11 سنة على ميلاد سيد الكتابة العربية لستاذ نجيم محفوظ الكاتب الاهم والاعظم والاروع في تاريخنا وحاضرنا واظن ايضا متأكدا لا ظنا وفي مستقبلنا وفي هذه الذكرى صدر كتاب من الكتب الممتعة للكاتب الرائع الاستاذ محمد الشازلي اهلا بك استاذ محمد منورنا اهلا بك استاذ محمد منورنا ايام مع نجيم محفوظ وهو كتاب في منتهى الرقة والجمال مجموعة مقالات وفصول يعني تفعالك تنتهي مع قراءك فيها من قبل في عدد من المواقع او الصفحات وبعدين دفرتها هذا الكتاب الجميل يعني ايام مع نجيم محفوظ وفي كذا نقطة في الكتاب الجميلة الكتاب مقسوم الى حكاياتك عن نجيم محفوظ وعلاقتك به وحواراتك الصحفية الاهم اللي انت اخترت من بينها لعادة نشرها مرة اخرى مع نجيم محفوظ في البداية بتقول نجيم محفوظ لما اي حد يتحدث عنه يقول ان انا صديق نجيم محفوظ عليك ان تصدقه لان نجيم محفوظ كان له اصدقاء كثيرين يعني الجملة دي مفتاح لعلاقتك بنجيم محفوظ يعني يمكن ان اعتبرك صديقة لنجيم محفوظ من باب المصطلح نفسه الجملة ديت من باب التقية عشان لما اقول انا صاحب نجيم محفوظ ما عنديش يحتاج فانا اقوله حتى لو تقولي انت كمان ان انت صاحب نجيم محفوظ انا هصدقك لا انا اشهد انك صاحب نجيم محفوظ يعني ورغم ذلك انا اسم مكتوب في الكتاب واسمك في الكتاب طبعا انت كنت جزء من حياتنا الثقافية في المرحلة ديت وما زلت الله يحفظ المهم انه العلاقة بنجيم علاقة جميلة جدا لانه انت كنت مختلف في علاقتك بي مع الاخرين صحيح في حالة من السلاسة والبساطة والرشاقة في علاقتك هو السبب فيها اه لانا ما كنت اطلبه ما كانش يتأخر في حالة اروح له في اي حتى من غير معاد على غير كل اللي معروف عن نجيم محفوظ برضو يستقبني اكلمه في التليفون في اي وقت ترد المدام الفاضي الله الله يرحمها متكرر الاسم محمد الشازي اه مين يا فنم فمحمد الشازي فلاحظة واحدة فلم يرفض يعني مرة كان داخل ينام مثلا ودي مواعينه مقدسة صحيح رد علي اه بقول له زميلي في الان هيعمل معك حوار يقول لي اهلا وسهلا اه فكان هو اللي عمل اللينك ده معه الاجيال دي كلها كان بشوش جدا كان يستقبل الناس حتى اللي ما يعرفوش انت طبعا اكيد تذكر اه في احد في الكتابات اللي السيد الرجاء انها اه شوزم انه هو استقبل واحد مباحث وكتاب له هو التقرير لانه الرجل بقى سامع كلامه عن الوقعية الجديدة والرومانسية من المغبر اللي كانوا عينوه في الناس تكازل وصفاحي اذا في صحيح في مغبر قال له انت رجل طيب على انه يكتم تقرير على اللي حصل طول الوقت في الصالون او في الاوى في الاعداد فمعرفش تدخمت بقى ودخلت في العبس فطبعا اي اه رجل طيب انت رجل طيب ممكن تكتب لي كلمة اي قديه من نظامك كتب له هو طبعا الرجل طيب جدا وبالتالي كل من يقترب منه خطوة هو يقابلها بخطوتي ولم يغضب كثيرا راضي عن دنيانا مجامل جدا ربما غضب من لويس عوض مرة من صبري حافظ مرة لأراء في فنه في أدمه يعني هو دي بقى منطقته الخاطرة دي الخط الأحمر صحيح يعني انت اعمل ما هنجيب بيه اللي انت عايزه لكن في المنطقة بتاعته دي صعب قوي تتقول عليه او تقول له ان انت بتكتب كتابة سياحية او انت عايز الاجانب يترجمو لك او حد يتهمه بانه هو عايز نوبل بأيد اتفاقية السلام يعني كل المنطقة الخاصة بأدبه وبيبداعه دي خط أحمر لكن الصداقة كان فتحها يا رجل ده جاي يسلم على قاتله وقال اهلا وسهلا اللي هي كلمته اللي بيقابل بها كل الناس فهو الصداقة مؤسسة ضخمة جدا عندنا جيب بيه بدأ بيه حياته وانتهى بيه حياته وبرضه نظرهم ان ذكرت ازاي هم يخدوا تربطين جنب بعضه هو توفيق صعر صحيح على شئ في 6 اكتوبر صحيح ومن غير كده عمياني اختحم اختحم مثلا يجوم شبرد فهيلقى ناس بتقايد اسرائيل والتطبيع راح يجوم 3 هيلقى ناصريين هيكلوه لكن هو كان عامل لو يروح العباسية حيث أصدقاء القدامة والشيلة القديمة اللي فيهم اللي الاول يشارف الحقل الثقافي يعني وقال لي هو انه الحياة قصيرة رغبة 96 سنة لانه فبالتالي لابد ان ينظمها لانه هو حابب قوي حكات الصدقة دي والمقاهي وعايز يعود كل يوم بس كمان عايز يكتب فعمل الانضباط اللي بالساعة ده اللي انت عارفه علشان يكتب وعشان كمان يقابل أصدقائه استاذ محمد شازي في الكتاب يشير لتعريف استاذ محمد عفيف الكاتب الساخر الكبير واحد من مؤسس الخرفيش الشيلة اللي اتكلم عنها برساة محمد في الكتاب انه كان يسمي نجيم محفوظ الرجل الساعة انه بعد ساعة تزبط عليه الساعة هو نفسه قال لك محمد انه كان العساكر وزباط قصر النيل يزبطوا عليه الساعة قبل عملية الاغتيال او قبل نوبل فللدرجات الانضباط الشديد او طبعا هو كان وصف جميل بتاع محمد عفيف شبيته طب كانت اه كان نفس الشيء انا فجأت به لما كنا في نوبل في استوكولم ذكر كانت في اللي اتأثر بيهم فلما رجعت القانت لقيت حياة متشابهة لما رجعت النجيم التاني هو درس كانت في قسم فلسفة في ادب القاهر ففي مش عايز اقول قلده لكن على الاقل في تقدر الهكاية ايه حياة مقارنة زي ما يقولوا الادب المقارنة الانضباط الشديد في الحياة الانضباط الشديد هو اللي بينجز بدون الانضباط الشديد بيقرعوا الاندراس بظهور كانت يا معنان المعاد عارفينه لايو غادر مدنته زي نجيب لايو غادر القاهر الا طبعا مشوار اسكندريا السلام وهي شهور الصيف عمده عطلة لا انت عملت اكتشاف في كتاب ده انه راح الفيوم مرة وراح راس البر مرة برضه وراح مرة رشيد يدور اه فعلا لان اقول له عيلة الباشا دي اصلا من رشيد اسمه نجيب محفوظ عبدالعزيز الباشا فقالوه دي من رشيد اه فراح ملا مشوار فهي ممكن عشانه ام عايزة تجوزه اه 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 في الكتاب ايضا مقاربة شديدة جدا ليه علاقته با يوسف دريس واحنا كجيل يا سيد محمد اترابينا على فكرة تهتبقى نجيب لا يوسف دريس يعني حزبين طول الوقت جاينه اهلي وزمالك انا وانت من حزب نجيب محفوظ طبعا يعني بغاني عن البيان لكن في المخصنة كان رأيه وكلامه عن نجيب محفوظ في حوار خاص معاك عنه شديد الفرادة ما ماريتوش في حتة تانية اه قالك ايه عن نجيب عن يوسف دريس لا هو طبعا اه ده كان يوم وفاة يوسف دريس اه وروحنا الجنازة وعمر مكرم وطلبت منه الحوار قال لي طلع عارف شوهر زاد اه عارف جنبي بيته اه فروحت وقعدت معاك كنت مهتم جدا اعرف فهلا رأيه عن يوسف دريس هو بيقدر يوسف دريس جدا بل بالعكس اقدر اقول انه هو كان يعني مش بيرهابه لكن كان عارف كفائة وموهبة الفزة اللي عند يوسف ادريس لكن هو دايما كان يقول انه موهبة ادريس في القصة القصيرة اه ليه بعض الروايات القصيرة طبعا يوسف ادريس لكن مش انا ازعم هو قال على نفسه كده انا ازعم ان انا متقدم في الرواية قال كده بالضبط في الحوار اه لكن يجوز ينفس 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 في القصة القصيرة ويجوز عداني في حاجات اه انما في الرواية لا في الرواية لا ولا في المقال اه لانه اه رأيه فيه كمان انه هو من مش من جيله بل حزن على وفاشه يعني قال ما عرفش ايه الاجيال اللي بعدنا اللي بيتموت بادري دي انا لو انا لو ريفي كنت خلفته اه وقال كده اه اه فهو الفكرة كلها انه هو كان بيحتر يوسف ادريس يقدره يعرف موهمته جيدا في القصة بس وانه وصحاته كمان نوبي الكاتب والأديب لما يبص ليه تجربة الاثنين بعدها العمر انقضة بتعتبر مين ممكن يبقى النموذج والمسلك الذي يجب ان ينظر عليه الناس باحتزاء وباقتداء يوسف ادريس لا يوسف ادريس فالتة حقيقي فالتة ادبية معتبرة جدا وستتكرر لانه هذا النموذج بيعجب اجيال جديدة من المبدعين اما نجيب محفوظ فهو تاريخ ابدي وخالد لانه قدم قيم انسانية كتير سواء من خلال رواياته او من خلال سير حياته لانه هو كان وللاسف محدش على فكرة من اللي قربه والنجيب محفوظ بيتعلم منه يعني هو كان معلم بلا تلاميذ كان بقى اصدقاء اه ومقربين اه لكن محدش بقى الرجل الساعة مثلا ويعني ايه الرجل الساعة هي مش ترياءة الرجل الساعة هي الرجل منضبط محدش عامل الهرم الروائي ده كله مثلا وهتلقاه في الكتاب اكيد انت شفتها اه احسان عبدالقدوس اشتكالي من اقتنام النقاد انت سألت الانستاذ نجيب حكاية فسألته اه فقال لي طبعا انا نولت من الزم اكثر مما نولت من السناء وفكرني بقى كل التحقيقات اللي اتعاملت معا بسبب القاهرات اللي تصير القاهرات الجديدة بسبب طبعا اولاد حارثنا يعني قال لي وقال لي فيه كمان متح لكن اللي فصل لي في القضية الاستاذ رجاء النقش لانه قال لي انه نجيب احنا بنجري ورا نجيب مش هولي بجري ورانا لان نجيب داين سابقنا اه سابقنا الاستاذ نجيب انه النقاد اهتموا بيك جدا وكتبوا عنك اكثر كثيرا من الاخرين فيما بدى وينه ظلم للاخرين فقال لي مش في ايدي مش بايدي لا هو طبعا قال كم متبحك يعني قال انا نجيب محظوظ وقهقة لكن طبعا شرح الموضوع معايا بعد كده وقال لي انه هو مش مسئوليته تاني حاجة فسرهادي الاستاذ الرجاء بانه بالفعل هو متقدم يعني باستمرار بينقلهم لحاجة جديدة ويبدو انه كأنه مش متابع للدنيا لكن لا متابع يعني كان مواكب للوقعية الجديدة ومواكب لمدرسة العبس واللمعقول ومواكب فهو باستمرار بيقدم حاجات تتخلي النقاد مثبتش عنده حاجة يعني يقولك ايه في معطف ججول في فستان احسان عبدالقدوس في حارة مثلا يحي حقي وسبته على ده لكن نجيب لا نجيب اتغير نجيب مش حياته الحرك ولازم الناس بتظن طبعا متوسطة بكل الانتفاق فلسفة رهيبة كده عايزة توقف هنا اخيرا على ان مشاركة حضرتك في مذكرات نجيب محفوظ او ربما صفحات من حياته كما اطلق عليها ووصفها الاستاذ رجال نقاش كاتبنا الكبير واستاذنا الكبير وهو الوحيد الذي يخصه بخمسين ساعة من الحوارات اعترف فيها وحكى نجيب محفوظ عن حياته ات اسمعت الخمسين ساعة كل شيء هل انه نشر تقريب لا تقريبا بس هو الجمال في التسجيل والضحك والأفشات والحوار اللي هو البكر العفوي وده الحقيقة لازم يتسمع يعني لازم برضه هو عنده ورثة طبعا من الاستاذ رجال نقاش واتمنع لا انا اخدش نسخة منه لا انا اسمعت لا ما فرقتش انا اسمعت وفي زمله في الامو بالدسك وبالتفرير وانا رجعت قبل الطبع يعني ودخلت فيهرس الاماكن والاعلام وفي اختيار اسم الكتاب مع الاستاذ رجاء والحالة اتدخلت بحماس شديد جدا اولا لمحبتي للاستاذ رجاء ورعايته لي ومحبيته لي وانت تعرف ذلك اهدا الامر التاني ان الاستاذ نجيب كان ما حصرني وابتلتنا اهرب من مقابلته انا اهرب من مقابلته فين الكتاب يا استاذ محمد فين الكتاب يا عزيزي عايز اشوفه قبل ما موت فاروح للأستاذ رجاء يقول ان شاء الله فقلت له بقى هو في ايه قال لن عايز اعمل دراسة ضخمة مع الكتاب فقلت له ليه اعمل مقدمة ثلاث صفحات والدراسة الضخمة خليها بعد الكتاب قال لي انت جبتلي الحل وفعلا ده حصل وكتب هو طبعا بعد جدا ان يجيب كتير نفس المشكلة حصلت مع الدكتور محمد المغزنجي ومذكرات محمد غنيم صحيح قال لن عايز اعمل دي قلت له اقول لك الحل اللي قلته وهو كتب ده والاثنين كتبه ده فيه شكر ليك في المذكرات نايم حفوظ وفيه اشارة شديدة قال لي انت حلتلي المشكلة انت كويس انك قلتلي قلتلي يا الكتاب بعد شهرين يعني اعرفش ليه بنعرق الحياة انما هو اكتفى بهذا الكتاب لكن فيه كتاب اخر لايم حفوظ يتذكر مع الاستاذ الجمال البطاري لكن الحقيقة بعد وفاة استاذ نجيب محفوظ الكتب لم تتوقف عن استاذ نجيب ولا النقد توقف بدليل نحن نتكلم عن كتاب عنه اليوم معك لكن خليني اسألك تجربة نوبل وكذا جوزء كبير من الكتاب ايضا المتيجة سفرك لحضور يعني تسليم نوبل هتسألك سؤال اخير فيما خصه القلادة لانك ذكرت هذا الموضوع بدقة قصة قلادة النيل لا تمونحك لي نجيب محفوظ لم يهتم نجيب محفوظ بكون الدهب خالص ولا الدهب غير خالص في هذا الموضوع كجزء من شخصيته وليس جزء من تعامله مع نظام الحاكم هو شخصيته لا تكترس لمثل هذه الأشياء ورحها مجاملة وقال كلمة مجاملة والحقيقة برضو الرئيس مبارك قال كلمة كويسة وكان حفل المثقفين كنا معظمنا اول مرة يدخل قصر الرئاس فنجيب بيه فتح لنا قصر الرئاس صحيح واما القلادة وكونها صحيح بتقول شككت فيه تقييم الجواهير يعني مش دقيق كلام مش دقيق لان انا سألت ما خبيش عليك سألت قاله لا ده هي ده وزنها الطبيعي وده اللي بتهدى للرؤساء واللي بتقال ده عبس وبالتالي انا صدقت الروادة ولما فتحت الكلام ده مع الأستاذ النجيب محفظ لقيته مانع تماما الكلام فيه ومنع اولاده وزوجته من الكلام فيه هم اتكلموا بعد وفاته انما هي موجودة في متحافه موجودة في متحافه شكرك جدا كاتبنا الكبير سيد محمد الشازلي متظرين كتبك القادمة الممتعة والرائعة كالعادة ان شاء الله شكرا وإلى فصل